اعقد مجلس النواب بجلسته الثامنة من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس وقد وافق المجلس خلال الجلسة على طلب أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للأجانب والشركات الأجنبية بمزاولتها ترأست معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أعمال الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقد وافق المجلس على اقتراحين بقانون وهما تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل وتعديل المادة السادسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم وقد قرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة الموقرة كان اليوم عندنا في الجلسة مجموعة من المشاريع بقوانين كان من أهمها يمكن ثلاثة مشاريع متعلقة بموضوع التقاعد والاستبدال حضر فيها معالي وزير المالية تحدثي يمكن عن نوع من أنواع التوافق نقول مبدئي بين السلطة التشريعية والتنفيذية في أن يتحول نظام الاستبدال بحيث أن تكون آلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وهو ما طالب في المشروع بقانون لتقدم مجلس النواب كان هناك أيضا مجموعة من الاقتراحات بقوانين اقتراح متعلق بموضوع التعطل بأن تحذف كلمة لأول مرة حتى المتعطل ممكن أن يحصل على المبلغ لو أنه ترك الوظيفة أو تم تفنيشه من الوظيفة المقترح الآخر كان متعلق بالتعليم يمكن هو مطلب لكثير من المواطنين المتعلق بأبنائهم في أشهر 9 و10 و11 و12 بحيث أن نصل الاقتراح بقانون بأن يتم إلزام مزارة التربية والتعليم بإدخال هذه الفئلة العمرية المهمة إلى مدارس الحكومة كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى إلى جانب الموافقة على رد عدد من التقارير إلى اللجان المعنية لمزيد من الدراسة وهي تعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المستهلك وتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي بعدها ناقش المجلس طلب عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للأجانب والشركات الأجنبية بمزاولتها ومكافحة التستر التجاري وقد قرر المجلس الموافقة على الطلب المقدم رفعت جلسة مجلس النواب الثامنة بعد مناقشة مستفيدة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والتي تؤكد مواصلتها بعزم في مسيرة بناء دولة المؤسسات والقانون لتكون القوانين والتشريعات أكثر توازنا واستغرارا لتلبي بذلك طموحات الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر